الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن جرائم العنف والاغتيالات اللي ارتكابها جماعة الاخوان المسلمين في حياة حسن البنة يبقى السؤال هل بعد موت حسن البنة توقفت الجرائم دي؟ او بمعنى اخر هل دي كل الجرائم اللي ارتكابها الاخوان على مدار تاريخهم؟ بالقطع لا دول ما بطلوش عنف ولا هيبطلو فعندنا مثلا حادثة المنشية سنة 1954 لما قرر قادة الاخوان اغتيال الرئيس الراحي الجمالة عبد الناصر اثناء القاءه خطاب جماهيري في مدان المنشية في اسكندرية في 26 اكتوبر 1954 واللي حصل ان المحامي عبدالقادر عودة ومساعده الهنداء ودوير استدعوا الاخواني محمود عبداللطيف وسلموه طبنجة وكلفوه بعملية الاغتيال وبالفعل توجه محمود عبداللطيف للمدان وندس في وسط الجماهير وقام باطلاق الرصاص باتجاه الرئيس الراحي الجمالة عبد الناصر لكن الرصاص لم يصيبوا وتم السيطرة على الفاعل من قبل عسكري شرطة من قوة اسم باب شرق واللي كان خدمة في المدان وابض عليه بمعاونة بعض الجماهير وكان سبب الحادث ده هو عدم تنفيذ عبدالناصر رغبة الاخوان في السيطرة على الثورة والاشتراك في التشكيلات الوزارية واللي على اثارها تم حل جماعة الاخوان المسلمين للمرة التانية وتقديم الفاعلين والمخططين والحكم عليهم باحكام وتفاوتة تراوحت بين الاعدام والسجن بسنوات مختلفة وفي عام الف تسعمائة خمسة وستين حاول الاخوان المسلمين الانقلاب على نظام الحكم في قيادة الكادر الاخواني سيد قد والمعروفة بتنظيم خمسة وستين الاخواني ودي هنكلمكم عليها في حلقة لوحدها لانها مليانة بالاحداث وبالمخططات وبالاغتيالات وبالتفجيرات واثناء احداث خمسة وعشرين يناير 2011 قامت عناصر الاخوان المسلمين بالهجوم على اغلبية اقسام ومراكز الشرطة وقاموا بحرقها على مستوى الجمهورية واستولوا على بعض الاسلحة وكذلك حرقوا بعض مركبات الشرطة بعد ثورة تلاتين يونيو قامت جماعة الاخوان الارهابية بانشاء جناحين عسكريين سريين وهم حسم ولواء الثورة بقيادة الاخواني القطبي محمد كمال اللي قام ايضا بعمليات تخريبية في البلد واتلوا مئات من زباط وافراد الجيش والشرطة وحوادث اغتيالات منها حدث اغتيال الشهيد الصائم المستشار هشام بركات النائب العام بتسعة وعشرين يونيو 2015 اللي اغتلوه عن طريق سيارة مفخخة استهدفت موكبه خلال تحركه من بيته بمنطقة مصر الجديدة الى مقر عمله بدار القضاء العالي في وسط القاهرة ايضا بعد ثورة 30 يونيو قاموا بعمليات عنف منها حرق بعض الكنايس المسيحية في صعيد مصر كما قاموا بتفجير بعض محطات وابراج الكهرباء في ربوع مصر وغيره 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 قلنا كمان الحلقة اللي فاتت ان كل التنظيمات الارهابية خرجت من عبائة الاخوان المسلمين فلو تعمقنا شوية هللاقي الايه ان عمر عبد الرحمن قائد تنظيم الجماعة الاسلامية واللي هنتكلم عنه في حلقة الوحدة بسرد اكتر بدأ حياته بانضمامه في جماعة الاخوان المسلمين كمان ان الفلسطيني عبدالله عزام وهو الاب الروحي لأسامة بن لادن واللي انشأ معاه تنظيم القاعدة كان معتنق لفكر سيد قطب القطبي التكفيري وكان عضو جماعة الاخوان بفلسطين كما ان ايمن الزواهري الامير التاني لتنظيم القاعدة بدأ حياته ايضا بالانضمام لجماعة الاخوان المسلمين كما ان شكري مصطفى مؤسس جماعة التكفير والهجرة واللي اتكلمنا عنه في حلقة سابقة بدأ برضو حياته بالانضمام لجماعة الاخوان المسلمين كما ان صالح سرية قائد عملية اقتحام كلية الفنية العسكرية واللي اتكلمنا برضو عليه في حلقة سابقة ايضا بدأ حياته بالانضمام لجماعة الاخوان المسلمين وكان على اتصال دائم واصلة مباشرة بالمرشد حسن الهضيبي وزينة بالغزالي وده ذكرناه في الحلقة اللي اتكلمنا فيها عنه كما ان العديد كتير قوي من قتلة الرئيس السادات بدأوا حياتهم بالانتماء لجماعة الاخوان المسلمين واخيرا وليس اخرا ابو بكر البغداد زعيم داعش السابق بدأ حياته بالانضمام لجماعة الاخوان المسلمين والكلام ده كان باعتراف الشيخ يوسف القراداو ومن ذلك يتضح ان جماعة الاخوان هي النهر الرئيسي للارهاب اللي بتفرع منه جميع التنظيمات الارهابية على الساحة وهم اللي صدروا كل الافكار المتطرفة وكل الافكار المغلوطة استنوني في حلقة جديدة مع فخ نزار اشتركوا في القناة